افتتحت دورة ألعاب جنوب شرق آسيا الثانية والثلاثون يوم الجمعة في بنونبني عاصمة كمبوديا وقيم حفل الافتتاح في الاستاذ الوطني الذي تم بنائه بمساعدة صينية تضم دورة ألعاب جنوب شرق آسيا هذا العام ستة وثلاثين حدثا بمشاركة أكثر من عشرة ألاف رياضي ومدرب وحكم ومسؤول من إحدى عشر دولة ومنطقة في جنوب شرق آسيا احتشد المئات من ممثلي الجماعات المدنية يوم السبت وسط العاصمة الكورية الجنوبية سول الاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للبلاد يوم الأحد وحمل المتظاهرون شموعا ولافتات مناهضة للزيارة اشتبكت القوات الإسرائيلية مع فلسطينيين في مدينة تول كرم بالضفة الغربية يوم السبت وفق لوزارة الصحة فلسطينية قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين وأصابت آخر بجروح خلال الاشتباكات لا تزال حراق الغابات مستمرة في أجزاء من ألبيرتا بكندا وحتى صباح يوم السبت لازال هناك أكثر من مئة حريق مشتعل تغطي مساحة قارب مئة واثنين وعشرين ألف هكتار ما أجبر السلطات المحلية على إجلاء ما يقرم من خمسة وعشرين ألف الساكن